السلام عليكم. اليوم سوف نقدم لكم ضيفة لأول مرة سوف تمر معنا على مواج إداعات أرابيل. هي كذلك لبت دعوة البرنامج و سوف تفيدنا بشيء اللي كما قلوه حباه الله به من الاختصاص ديلها أنها تنفعنا بنصائحها. الدكتورة نائلة بنصبيح أخصائية نفسية من كندا نخليها يتعرف نفسها أكثر بطبيعة الحال وهي ضيفتنا اليوم في هذه الحلقة و معنا نصائحها نخليكم مع الدكتورة نائلة بنصبيح. السلام عليكم مستمعين الكرام أتمنى أن تكونوا جميعا بخير وعلى خير أولا أشكروا إداعة أرابيل تحت لهذه الفرصة للتواصل معكم. كنعرف بنفسي معكم نائلة بنصبيح أخصائية نفسية من كندا. اليوم أنا معكم بش نتكلموا على شنو هما النتائج نفسية اللي ممكن ترطب على هاد الجائحة اللي احنا عايشينها. وكيفاش ممكن أننا نعاونوا نفسنا بش نخفهم من حدة التوتر أو الضغط نفسي أو أي حاجة سلبية من ناحية نفسية اللي ممكن عيشوها احنا. أو الأحباب ديالنا أو الأقارب ديالنا ووليدتنا جراء أحد الكوفيد أو الكونفينمون اللي عايشينها. اللي كنعيشو اليوم هي حالة غير عادية. هي كارتة هي جائحة وأكيد إلا ما جسمنا أو عقلنا يتأثر بطريقة سلبية نوعا ما بلزو موانا لحسب كل واحد. فاليوم نشوف مع بعضنا كومو نبو جغي هاد لسيتيواتيون. أولا قبل كل شيء قنهضروا على هاد لسيتيواتيون. عنا نوعين من الناس كين واحد نوع من الناس اللي غادي يتقبلوا لسيتيواتيون. غادي يتقبلوا أنه كين واحد المشكل وغيشوفوا كيفاش ممكن أنهم يتعيشوا معاه. وكيفاش ممكن أنهم كمو أم بو ليفيته. والنوع الثاني هو النوع اللي كي يعيشوا حالة من الإنكار. هذا النوع احنا بغينا ما نبقوش ضمن هاد الدائرة ديال الإنكار. لأن هاد الإنكار غاي خلينا أننا نرفضوا أننا كين المشكيل. أننا نستمروا بالحياة ديالنا اليومية. وهذا الاستمرار بالحياة ديالنا العادية. ممكن أنه يكون عنده نتائج سلبية سواء لنا أو على الأسوسيتي كلها. ممكن أننا نحملوا المراض ممكن أننا نقلوا المرض سواء لنا أو سواء الناس لأطور دنو. فأحنا بغينا نتقبلوا أولا أنه هذا مشكل ومنين نتقبلوا أنه هذا مشكل شوفوا شنوا الحاجة اللي بدنا وشنوا الحاجة اللي لا نسيطر عليها. الحاجة اللي لا نسيطر عليها هو المراض بحدي ذاته، الكوفيد ال 19. المراض كمراض حنا مينمكناش نسيطروا عليه ماشي إحنا يغادين. ما زال ما كينش الدواء ما زال ما كينش لفاكسن دونك احنا هم ببا ما يمكناش نسيطر عليه لكن شنو هو الحاجة اللي بيدنا بيدنا أننا لتزموا بالإجراءات الوقائية اللي كي نصحونا بها الحكومات والوزارة الصحة لتزموا بهذا اللي كونفينما باش نقصوا أننا نكونوا حاملين للمرض أو أننا نمرضوا أو نمرضوا لأقرباء دينا وفي هذا الشي اللي بيدنا بغيت نأكد أنه هي مسؤولية اجتماعية وخاكي الناس اللي كيقولوا الحمدولله احنا باقي شباب لما عادينا مزيانة ما عادينا تأتروش حتى إذا مرضنا غادينا براوغة بسهولة غير في البيت ما عادينا نحتاجوش أننا نكون نتوسبيتاليزة وما عادينا نحتاجوش يعني غادينا يمكن ندوزوه بطريقة سليسة نوعان ما ولكن بغيت نأكد أنه هي مسؤولية اجتماعية مسؤوليتنا أولا تجاه نفسنا واتجاه الأحباب دينا والأقارد دينا ومسؤوليتنا تجاه المجتمع بكاملة تجاه هذك الناس لدينا عادينا مضعيفة الناس اللي بلو فولنا غاب لأننا ما نمرضوا همس ما نوصلوا لهمش المرض ما نكونوش إحنا سبب في أننا نساهموا في انتشار المرض هذه الحاجة اللولى اللي بيدنا لازم تحكموا فيه من ناحية ديال الصحة من ناحية ديال من ناحية نفسية هذا كل استرس اللي غنعيشوه اللي هو رد فعل عادي لهذا الشيء الغير طبيعي اللي كنعيشوه من هاد المرض الجسم أو المخ بالأحرى ففاس عاييون سيتياشون دونجوروز كيعمل واحد الرد اللي كيخلي الجسم في حالة تأهب بشيواجه هاد الخطر والمخ مكعرفش هادك التأهب او هادك السيتياشون دونجوروز اللي كيشوف المخ مكعرفاش ما كيقدرش يحسب سكوا دقري ديال هادك الدونجر واشحنا فاس قبلتنا واحد الليون غاياكلنا او احنا عنا واحد لإكزامان اللي غندوزوه وانسترسي او احنا انفاس مع هاد الكوفيد 19 فالجسم دائما ندفع عدياله كيزكون هي لها مام كيبقى في حالة تأهب الاعصاب مشدودة ننفس بعض مالس كي تقطعنا ما كنقدروش ننفسه مزيام كنحسوب واحد ضيقة كنحسوب واحد الغمة كنحسوب كل شي كحال كنحسوب انه صافي سلافان دو مونت فاحنا كيفاش اننا ممكن نقلم حدة هاد الاسترس بشي الرع واحد الاسترس طبيعي بغينا احنا يكون هاد الاسترس ولكن يكون في المتوسط طبيعي مني غايكون في المتوسط طبيعي هو اللي غايعوننا وغايساعدنا اننا نحافظوا على ديك الاجراءات الوقائية اننا يكون شو يد الخوف بشي خلينا اننا نتقوف لكون في المون دينا اننا نحافظوا على ديك الاجراءات الوقائية دينا اننا نجنبو المرض لان اذا ما كانش الخوف مرة وإذا ما كانشي الاسترس مرة فما غادي نحفظوش على هذوك الإيجاءات الوقائية بغينا يكون الاسترس ولكن بمستوى متوسط ما بغيناش يوصل لمستوى الخايب اللي ممكن أنه يوقفنا الحياة دينا نعيشه في حالة من الهلع وحالة من الرعب وحالة من السودوية وكنشوف كل شي فكيفاش ممكن أننا نسيطروا على هاد الاسترس أولا ذكرناها أولا بالتقبل ثانيا بعدم تضخيم المشكل نعرفوا أن هاد الكوفيد دينا فهو كاين هو مشكل ولكن ما نضخموش ماشي هو مميت للجميع صافرة هي كارتة وهي وهي لا فان ديو موند وهي لا احنا نعرفوا رصنا أننا إذا لتزمنا بالإجراءات الوقائية وإذا لتزمنا بالكون في المون دينا فإحنا بالنسبة للنار نحنا محمين في البيوت دينا إن شاء الله وربي غادي يحفظنا وما غا يوصلناش هاد المرض فإحنا الحاجة اللي بيدنا إذا عملناها الحاجة الثانية ما نضخموش مشكل في عقلنا باش ما نوقعوش في هاداك الحالة الهالاء وحالة الخوف اللي غا تسيطر علينا وغنعيشو في واحد الحالة خيبة ولي ممكن تأثر علينا وتأثر علينا وتأثر الأولاد دينا ثالثا ندوى سأدابطي مع هاد لاستيطياتنا عندما نحن عايشين في واحد الهالاء اللي ماشي بيدنا ولكن اللي بيدنا هي الادابطيات دينا التجاه هاد شي اللي كنعيشوه يمكننا أننا نشوفو هادا الهالاء كأنه حبس في الدار بأننا صافي تحرمنا من كل شي بأن الحياة توقفت بأنه ستأثروا سلبيان وغنعيشو في واحد الحالة من الأعصاب وفي واحد الحالة مش دودين وغنوقعو الخلافات داخل البيت وداخل الأسرة وغنعيشو في واحد الحالة خيبة اللي كنشوفو بزاف الناس اللي احتفظ صين اللي سبقونا في هاد الكون فيما وخرجوا منه تبتت الإحصائيات أن معدل الطلاق ومعدل الانفصال ارتفع لأن الناس عاشو في واحد الحالة من الخوف وحالة من القلق وحالة من السودوية اللي خلتهم أنهم يعيشو مش دودين مع الصبين والاختلافات تكتر بينتهم وممكن العنف كمان الأسرية يكتر بينتهم احنا بغينا ندخلو في المودة دادابتاتيون احنا بغينا نشوفو هاد المحنة كمين نحا كأن هاد الوقت اللي احنا قلسين في الديور دينا شحال من مرة كنقولو بزاف الحاجات ما كنجبرولو مش الوقت بيش نعملوهم بزاف الحاجات مؤجلين عنا في الحياة دينا تكون هدي فرصة أننا نعملو هادوك الحاجات اللي كانوا مؤجلين كمين في الحياة دينا كل واحد يشوف شنو ممكن شنو ممكن يعمل في هادلو كنفينمون وكل واحد يحط هدف واحد ما نحطوش بزاف دي الأهداف اللي تكون غير واقعية ونوقعو في واحد الحالة ديالا دي بخيسيون أننا ما قدرناش نعملوهم لا نمشيوا بالواقع احنا بشوية بشوية نحطو هدف واحد كل واحد يحط شنو بالنسبة ليلو هاد المومو شنو ممكن يستفد منو كاي اللي غايقول لك أنا كنت كنخدم بزاف ليلو النهار كنخدم غي كنجري ما كنرتاحش هاد الوقت بيش أنني نرتاح نعاس مزيان ناكل مزيان نرتاح نتفر شوية ديالا تيلة نتنف شوية ناخد امامان دو ديتانت كاي اللي غايقول لك أنا كنا احنا كنا كأسرة كلنا كنتجارة ما كندركوش حتى نطيبو مزيان ما كندركوش ناكلو ديغوبة فاميليو معوطن فهذا الوقت أنني نطيبو نولدتي الشهيوات ندخل لكويزين نحاول نبتاكر ونبتاكر في هاد في الكويزين وهذاك واحد الحاجة اللي ممكن أنها تخفف الاستخداء على هاد الأمة تحتى الآباء تاهم يتعاونوا كل شي يتعاون لي ممكن نوجدوش شهيوات نقلصو وتغضو العطاب لكلنا يكون امامان فاميليال بالنسبة ليلنا كاي اللي غايقول أنا بغيت هاد مثلا هاد هاد الفورسة أنني نستافد نتوار من الراسي كين دابا دي explains نبه دي بزاحت لتاتفورم حتى تودي فرمشن ديال لسنبهار سييت كاي اللي أمزون ديال لسنبهار ديال لسنبهار لإرشار loات فارم لكلنا عبريت من هاد الفورسة نستافد من هاد لليait للمشنة تتمكن نبهار بنهاد لكم فنمان حسن اليتروزت منو نخروز من هاد الو خونفن منو نخروز للا المترجم للقناة حاولوا أنكم تضعوا معهم هدف واحد شنو بغيت أنا معاولي داتي شنو الحاجة اللي بغيت نطورها معهم شنو مثلا الخصلة أو الهدف اللي بغيت أنني مثلا شي حاجة بغيت نعلمالهم صفي لونطو أنني بغيت نعلمهم شي حاجة جديدة وبغيت نزرع فيهم واحد الحاجة جديدة ولكن ما كانش باش الوقت المتابعة أشك فوقا نقول صفي غادي نحط هذه في الخطة ديالي وغادي نعلمهم هاد الحاجة فلان فلانية ولكن مع الوقت صفي معاولي الستخيس والجري والجري وكان دخلو كلنا حتى نلافن دلا جوغنين الدار والتحد ما عندو الوقت الاخر فما كان ندركوش هادي فرصة أننا نغرصو فيهم واحد الخصلة حميدة بغينا نعلموها لهم سواء تعلمهم صلاة تعلمهم شي حاجة مزيان أي حاجة على حسب السين ديالهم واشغا نعلموهم ينعسوا بوحدهم واشغا نعلموهم اللي بقي صغير في الوقت ديال بخوبخورتي غا نعلموهم يحيدوا لكوش واشغا نعلموهم انقروا معاهم شوية كتار واشغا نعلموهم أنهم يقروا وياخدوا كتوبة وينغرصو عندهم حب القراءة واشغا نعلموهم أي حاجة ممكن أننا نعلموهم شي حاجة بغينا شي اوتنومي شي حاجة مثلا بقي ما عندو شي الوتنومي دياله شنو ما بغينا نعلموهم او اننا نمسحو شي سلبية عندهم العصبية العناد كل واحد غايشوف شنو اللي داتو شنو الحاجة اللي بغي حيدة منهم هاتشي ممكن اننا نخدموه بالتابلو دو ريكمبونس شنو هو اللي تابلو دو ريكمبونس هو واحد الجدول غادي نعمله وفقيا فيه الايام الاثنين ثلاثة الاربعاء اكسترا وعاموديا غنشوفو شنو الحاجات مثلا غنحطو واحد خمسة الاهداف ولا اربعة الاهداف اللي غايكونو 80 فمية الاهداف اللي ديجا هو ما كيعرفوهم زائد واحد الاهداف الجديد او جوج الاهداف الجديد على حساب سن دولدتنا فمثلا عنا مثلا لاماتيني ديال القرية اذا كانو كيقروا عن بعد من ساعة فلان فلانية ساعة فلان فلانية عنا مثلا انه يساعد لامامون اللي بارون ديالو في الدار عنا مثلا انتون دي لكتور يقرأ مثلا شي كتاب خارج المقرر ديالو عنا مثلا الصالات واش ديجا كيصليو او اللي غنعلموهم مثلا مجديد يصليو وغنشوفو شنو واحد الابجكتف جديد شي حاجة اللي غنعلموها فيهم فهدوك مثلا غادي نقولونو انه شاك جوخ في الفان ديالا جورني غادي نقلصوا معاكم وغنشوفو شنو عملتوا من هدو كاملين وغنعطوكم النقط على حساب هادشي اللي عملته كامل وفي الفان ديالا جورني كينا ايون ريكمبونس هادك الاريكمبونس غا تكون ماشي مادية غا تكون معنوية نشوفو الطفل شنو الحاجة اللي كتشجعوه مثلا ممكن انا نعضلوا معاهم انكيك نقلصوا نرسموا معاهم اللعبوا معاهم نقضيوا معاهم واحد الوقت خاص ممكن انه وذات الاطفال كيعجبوهم ياخدوا مثلا اللعبوا في طابلت في التليفون غزو سوسيو اي حاجة ممكن اننا نحددوا لهم هاد الوقت وانهم يكون ريكمبونس مثلا عندك اذا جمعتي مثلا لجورني ديالك كله عملتي كل شي مزيان عندك ساعة مثلا في طابلت تعمل فيها مثلا شنو كنسمحولو انهم يعملوا فيها فهدي ممكن تشجعوه شوفوا كل واحد يشوفوا وليداتو شنو الحاجة اللي كتشجعوه كوالا سوق دو موتيفاسيون پور اه الوليدات كي اختلفوا فميمك ليش نحدد انا شنو هي اللي غيكمبونس لي غا تكون الحاجة التاني الحاجة الاخرى اللي كان اللي كان ناكد عليها هي الوقت الخاص مع كل الطفل الوقت الخاص اللي كان قضيوا مع الاطفال ديالنا عندو نتائج ماجيك نتائج سحرية على الكوريكسيون ديال اللي كنبورتمو الخعيب الاطفال اللي كان يعانيوا من العناد او من الغضب او الصراخ او هادشي كله ما يمكناش نقضيو عليه الا بالاهتمام وبالوقت الخاص اللي ممكن نقضيوه مع وليدتنا طبعا هادشي ممكن نزيدو فلو طابلو دو ريكمبونس مع اننا فلو طابلو دو ريكمبونس غا نحطو الحاجات الايجابية ما نحطوش مثلا متغوطش متصرخش متعملش لا نحطو غير الحاجات الايجابية نحطوش حاجات اللي يكونوا مزورة اللي يمكننا نحسبوهم الحاجات السلبية مثلا في حل العصبية الصراخ العناد هذا الوقت الخاص كل طفل نحرصو على اننا مثلا كل يوم نحطو كنز مينوت افان مينوت مع كل طفل بوحدو اللي بارون مع هاداك الطفل بوحدو نعملوه معاه الحاجات اللي كيبغي هو يختار يكون هاداك وقتو الخاص لمومون ديالو نقرأوا قصة معاه نهضروه غير معاه يختار هو مثلا عنده شي موضوع معين بغان نهضروه معاه فيه لعبوا معه شي لعبة معينة رسموه معاه اي حاجة الطفل هو يختار طبعا في اللي طن العادي ممكن اننا نخرجون نشيو غلاس مع بعضنا نخرجون تمشيو مشو اللي بارك يكون اختيارات اكتر ولكن احنا في الدار فنكونوا شوية مبدعين في الاختيارات ديالنا وحنا في البيت الشباب كذلك تهوما حرصوا انكم تقلصوا شوية معهم تواصلوا معهم يكون وقت الخاص ان فامي مع كل واحد ونكونوا عنا واحد الوقت داخل الفامي مع بعضنا ولكن كنأكد ان في الفامي كل واحد يكون عندو الوقت الخاص ديالو احنا في الكون في المو كاكوبل او مع الاولاد ديالنا خصوصا اذا كانوا كبار او مراهقين كنا كان نمضي اليوم كامل كل واحد كل واحد في الفقاعة ديالو فقاعة العمل او فقاعة الاصدقاء ديالو او فقاعة للوزير او كل واحد كيفاش كان كيمضي الوقت ديالو فكنا كان ندخلون البيت مع بعضنا واحد الساعات محددة جدا فهاديك ساعات كتدوس بشكل ما بلوز او مو مزيانة اليوم احنا 24هور سور 24 مع بعضنا نحرصو ان مثلا المومان ديال الصباح او المومان ديال مومان ديال مومان ديال مومان ديال جوغني ان كرون مومان ديال جوغني كون كل واحد كيمل الحاجة ديالو بوحدو كل واحد يعمل الحاجة متلا هادوك الليجون نخليهم بغوا بيقولوا شوية في بيتهم يسوصلوا مع الاصدقاء ديالو يلعبوا يقراوا يعملوا الحاجة ديالو منخليهم في هذا كل مومان ما نزعجوهمش الزوج كدالك في المومان ديالو بغ يقراء يتفرج ينعس يعمل لي بغا يطيب شي حاجة لي بغا في المومان ديالو نخليوه في المومان ديالو الزوجة كدالك والابناء الصغار كدالك نشجعوهم ان يكون عندهم دي مومان ديالو ديال القرايا او ديال اللعب او على حساب الجدول اللي غنعملولهم فنشجعوهم باش لي مومان ديال الفامي يكونوا مزيانين يكون كل واحد خرج ليستخدر ديالو كل واحد دوز هاداك لي مومان ديالو اللي بوحدو نفس على الدغط ديالو لي مومان اللي غنكونوا مجموعين فيهم يكونوا مزيانين نحاولو اننا ننقلصو على انغوبا فاميليال مع بعضنا نحاولو انا ننجلسو مثلا على شي فيلم او لا شي مسلسل نتبعوه مع بعضنا ننجل مسلسلة العنف والدراما بش ما يزيدوش ديك الغمه اللي كنحسو بها وما يزيدوش من العنف او الخوف عنا نشوفوش الاشياء الكوميديا الاشياء اللي كتفرح اي حاجة اللي ممكن تكون مزيانة في هذا كله مومون فاميليا لعبوش حاجة مونوبولي شي لعباجة مع ايش نوما كانت نحاولو نجعلو هذا كله مومون فاميليا يكون ما يكونش كبير طويل يكون قليل ولكن يكون ممتع الباقي دلوقت كل واحد يعمل الحاجة اللي كتريحه الحاجة اللي كتناسبه لك يخدم تلات خافة يخدم كل واحد يعمل الحاجة اللي كتناسبه الحاجة اللي كنركز عليها اخرى اننا نركزوه هاد الوقت نعملو صلة الرحيم احنا من دي ما كنقولو عائلتنا ما كنجبروهم ما كنقلو مش الوقت احنا انا بخيف في هذيك الاغوتين ديال الحياة وجري جري جري الخدمة مصبحتا لسوار ببعض كان كل شي كدخل لسوار ندارو سيوجد لغوبا يقرأ مع ولداتو تابع كل واحد شنو عملتو طلع جورني الكورس بزاف الحاجات كي ياخدونا في الحياة هادا احنا في احنا شوية لديو الشوية للوثيرة لحياة مقصط عنا وعند كل شي فنحاولو اننا نستفدم هذي الوقت في صلة الرحيم نتواصلو مع الاقارب ديالنا والأحباء ديالنا سواء اللي في بلدنا اللي في بلدنا اللي عايشين فيها او اللي في بلدنا الاصلية الاصدقاء دينا نحاولوا كل نهار نتواصلوا مع شي واحد نسولوا عليه نجمعوا معه شويان نهضروا مزيان تهذاك رادي نفصل لنا نحن 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 نتبعدوا اجتماعيا نتبعدوا جسديا وفيزيائيا ولكن ما نتبعدوا اجتماعيا نحفظوا على العلاقة دينا نحفظوا على الاشياء اللي كنا كنا نعملوها من قبل ولكن عبر الوسائل التواصل الاجتماعي اليوم الحمدلله الوسائل موجودة الكاميرات الواتساب الانترنت سكايب وكل شي الحمدلله غاتفي كل شي اكسيسيب للجامع فنحاولوا اننا نستفدو من هاد الوسائل اللي كنا ونحاولوا اذا حسنا برسنا اننا ستخيسي اننا خوفانين اننا مقلقين غضبانين معصبين بدلو سعب اخرى ما نكونوش ديما مزيانين ما نكونوش ديما فرحانين نعرفوا اننا ودا كنا اليوم شوية الموغال ناقص نحاولوا اننا غدا يكون الموغال حسن في الكوبل يحاولوا الازواج انهم يعودوا بعضهم اذا واحد شوية اليوم ستخيسي معصب مقلق حزنا يحاول الاخر يلعب الدور مع الزنفون يعود هادك الاخر الازواج يتحملوا بعضهم نعرفوا اننا ماشي في حال في حال فاس استخيسي كي اللي ممكن ان هاد الاستخيسي يخليه في واحد الحالة ديال القلق كتار او في الحالة نعبروه للمشاعر ديالنا تجاه ما نعيشوه نحاولو نخليوا الاولاد كذلك يعبروه للمشاعر ديالهم سواء بالهدران نقلسون نقشوه مع انفامي هادشي اللي كان عيشوه طبعا بدون تدخيم او بالرسم الاولاد الصغار ومع الازواج كذلك نحاولو نقشو هادشي اللي كان عيشوه ده كان عيشو حالة من الخوف او من الفزع او من الغضب او شنو ما كان عيشوه بالمناقشة هادشي غدي تريحنا غدي تنقصنا الحدد يالستخص نتفهموا الاخر اللي معنا والاخر اللي معنا في البيت ولكن من تقصوش من اي واحد كيعيش وحد الحالة احنا ما كان عيشوهاش الانسان اللي مثلا كيعيش حالة من الخوف او اللي كيعيش حالة شي حالة احنا كان شوفوها زيت رهو زيت فيها بزاف او رهو كيعيق او رهو كيكبر الامور لا كل واحد وجسمو ومخو كيفاش كيشوف دكشي بحالة كنقولو احنا الناس اللي المناعة ديالهم ضعيفة ممكن انهم يتأثروا كتر بالمرض فالناس اللي المناعة النفسية ديالهم ضعيفة ممكن انهم يتأثروا نفسيا كتر فما نقلوش من اي حاجة كيعيش الاخر نحاولو اننا ندعموه نساعدوه بدون ما نقلوه من ديكشي لي كيعيش الابناء ديالنا نحاولو اننا ندائما نخفو عليهم ما نحاولوش هاتشي لي كنعيشوه ما نبقوش تطلع جغني بغارة الاخبار وبغارة هاش حال ماتوا هاش حال مرضو هاش حال دخلوا المستشفى هاش حال جونسي باكوا لا نحاولو ممكن نهار مرة في النهار نشوفو الاخبار ولكن اليوم كامل نعمرو نهارنا ما نبقوش الفاراغ لان الفاراغ يزيد التوتر الفاراغ يزيد العصاب يزيد الحزن يزيد المشاعر السلبية نحاولو نعمرو نهارنا باي حاجة كانت ممكن تكون نشوفوها مفيدة وغير مفيدة اي حاجة قدرنا نعملوها في النهارنا نعملوها نعمرو نهارنا كذلك اللي سمعت أنكم أم بلجيك مثلك يسمحو لكم أنكم تخرجوا مرة مرة تشمو الهوم نيكو الجو مزيان تمشو لبارك كنأكد أن نحتارمو إجراءات الوقاية ونحتارمو التباعد الفيزيائي كنخرجون لبارك باش نبدلو شوية الجو ونشمو الهو فقط ما كنخرجوش باش نجمعو مع الناس ما كنخرجوش باش نطلقو صحبنا ونطلقو الناس اللي كنعرفوهم لا كنخرجو فقط ونطلقو صحبنا ونطلقو صحبنا ونطلقو صحبنا عدم الالتزام سيجعل الدولة تمنع هذا الشيء ليبقي مسموح في حال الدول اللي سبقونا لأن الدولة دينا إذا شافت ما زال الخطر ما زال مستمر ونحن لا تزموش بالإجراءات سيضطر أنها تمنع الخروج بشكل تام ونبقا وحنا محبوسين في الدر وحنا هذا الشيء ما بغيناش بغينا نخليو هذا المتنفس لماذا زال كنقدروا الحمد لله نخرجو مرة في ونحفظوا عليه ونخرجو مرة ورجعون دارينا لكي يبقى عنا هذا الميزة الحاجة الأخيرة اللي كان أكد عليها أن الناس اللي بلو فيني غابل اللي سبقلو معاشو اكتئاب انكسيته أي مشكلة نفسي آخر سبقلو معاشو غيكونوا بلو فيني غابل هاي كل حالة نفسية ديالهم ممكن أنها ترجع تأثر خصوصا اللي كانوا وقفوا الدواء مثلا كانوا ياخدوا الدواء أو كانوا اخدوا علاج نفسي وسهل ورجعوا الحياة ديالهم الطبيعية ممكن أن يوقع لهم يشوفوا المساعدة المختصة يرجعوا يشوفوا الأطباء ديالهم نفسانيين يشوفوا الأخصائيين الذين ترونوا يحاولوا أنهم يطلبوا المساعدة المتخصصة بش يخرجوا إن شاء الله يتعدوا أنهم يخرجوا من هاد الحالة والعائلات تاخد بيت بعضا ونتفهموا بعضنا ونحاولوا أننا اللي علا شوية في الغضب اللي شوفناها علا في فردات الفعل دياله أو اللي شوفناها مقلق نعرفوا أنه ماشي مقلق تجاهنا ماشي مقلق من الفعل ديالنا ولكن هو هاديك الحالة النفسية دياله هي كتتعكس عليه كتخليه ينفاجر نوعا ما فنحاولوا أننا وده واحد فينا تعصب لخوريس كالما إذا واحد فينا نفاجر لخوريس كالما يبدل سعب أخرى ونصبروا على بعضياتنا باش إن شاء الله نعديوا هاد الأزمة وكلنا بخير وعلى خير وبسلامة نفسية وإن شاء الله وجسدية نتفهموا المراهقين خصوصا الأطفال كلهم نتفهمهم ولكن المراهقين خصوصا يمكنك يعيشوا في حالة من القلق والفزع والخوف وممكن ما يعبروش عليها وممكن يقولوا لا مرة ما عايشين والو الحاجة الثانية أن المراهقين كانت نموهو آن ديال العلاقات الاجتماعية ديالهم هما الأصدقاء ديالهم وفي هاد المرحلة هما محرومين من الأصدقاء ديالهم محرومين من الحياة ديالهم اللي كانوا كيعيشوها نحاولوا أننا نتفهموهم نحاولوا أننا نزلوا المستوى ديالهم ونحاولوا أننا نعملوا أنشيطة اللي ممكن يعجبوهم يقلسوا معنا أم فاميلة ألعاب اللي ممكن ليجو فيديو مونوبولي أي ألعاب اللي ممكن أنها تكون تخيف تخيف جود الأسرة واحد الجو ديال الألفة وديال الفرح وديال الأطفال اللي راهم في هذا الوقت احنا كنقولوا الأطباء راهم نزغوا دائما كنقولوا هما اللي أغو ديالنا ولكن ما ننسوش الأطفال ديالنا فعلا الأطفال أربعهم الحماية كان تحرموهم مدرسة ديالهم وتحرموهم الأصدقاء ديالهم تحرموهم اللعيب تحررموهم الفُسحة تحررموهم ال� Goodbye تحرموهم الأنشطة اللي كانوا كنوا كيعملوها لغوتين ديال حيات ديالهم كاملت بالدل فما ننسوش أن هاد الأطفال نرفعوا لهم لو شابو وكيتحملونا كثار كتحملو التقلبات الميزاجية والنفسية ديالنا كتم تحملوا أننا ممكن نكونوا معصبين ممكن أن يكونوا مضغوطين ممكن أن ننساو expectى total ممكن نعيشه في حالة نفسية لممكن أنهم يعبروا عليها سواء أنهم سواء أنهم يعبروا عليها بحالة من الغضب أو الصراخ أو أنهم يددوا مع بعضهم يعملوا مشاكل ما يسمعواş عدرتنا في الدار يكونوا نفي عاليين ممكن أنهم ينطوبوا لداتهم فردوا بالنا للأطفال احنا نزواج هذا مش الوقت للصراعات مش الوقت للمشاكل مش الوقت لاننا نختلفه مع بعضنا نحطه مشاكلنا كل اللي كانت قبل او اللي غنعيشه هذا بجانبا ونتكتفه احنا كازواج بيش ناخده بيد اطفالنا اطفالنا بحاجتنا اليوم خسنا نكونو احنا في المستوى ديل هاد الحاجة اطفالنا ما عارفين شنو كيعيشو احنا كبار ويمكن ما زال ما عارفين شنو كيعيشو احنا كبار وهاد شي مؤثر علينا فكيف بهدوك الاطفال او هدوك المراهقين فاحنا نحطوا كل خلافة دينا وكل مشاكل دينا هذا الوقت بيش ندعموا بعضنا هذا الوقت بيش نحطوا يدنا فيه دي بعضنا هذا الوقت بيش كل واحد يتسند على الاخر بيش نكونوا قدوة ومثال هدوك الاطفال دينا بيش يشوفونا قويين ويكونوا حتى هم ان شاء الله قويين نتمنى ان هاد الحلقة تفيدكم ولي عندوا اي استفسارات ممكن يراسل للاداعة ونتمنى اننا نكونوا جميعا بخير وعلى خير وبصحة وسلامة نفسية واراكم على خير شكرا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا كثيرا وشكرا جزيلا لك دكتورة نائلة ونتمنى انه يجدد اللقاء معك كنعرفو ان دكتورة نائلة هي اخصائية نفسية بكندا كواحد العدد دي الاطور الكبيرة المتواجدة بهذا البلد واللي حقيقة نفتخر بها فنتمنى انه يجدد معك اللقاء ان شاء الله عما قريب شكرا مرة اخرى وتحية لكل الجالية العربية المتواجدة بالديار الكندية